بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن جيسون جيسون هو اختصار لمصطلح جافا اسكريبت اوبجيكت نوتيشن ما هو جيسون جيسون هو تنصيق لنقل البيانات خفيف جدا بسبب ان يكون جيدا الذي يمكن قراءته من الانسان والحاسبات جميع هياكل البيانات الخاصة بالجيسون تكون احد النوعين الاتيين النوع الاول النوع الاول بيكون في شكل ازواج من الاسم والقيمة يعني عندنا نيم اسم ويلي القيمة بيحصل بينهم وكلهم وهذا النوع ممكن يكون قوائم المرتبة قوائم مفتاحية النوع الثاني اسمه قوائم التسلسلية قوائم التسلسلية وقوائم التسلسلية ممكن تكون قوائم متجهات في بعض التسميات نقولها في json object لكن في python نطلق عليه dictionary في json يمكن نقول array لكن في python نطلق عليه less or tuffle في json نطلق string لكن في python نطلق str و اختصار string في json يمكن نطلق number في python نطلق number يمكن نطلق integer أو float في json true تكون اسم عادي لكن في python true تكون كتب في json نقول null يعني لا شيء هنا python نطلق على null ونطلق عليها none لا شيء ما كان بالنسبة لهيئة البيانات في json و python ننتقل الان الى مثال عملي على استخدام json في python ننتقل الى python باستخدام json و اكتب اولا كيف نحول من json الى python في البداية اننا بستورد المكتبة الخاصة بالjson اكتب import json في الصفر الثاني افتح متغير ساكتبه بالjson و ليكن هذا المتغير اسمه x يساوي و افتح single quotation و افتح او استخدم curly process هنا بتعود ان انا افتحه و اقفله و اكتب بين curly process باستخدم هنا quotation mark و اكتب مثلا هنا الزوج الاول و اكتب مثلا الزوج الاول name الاسم و افصل ما بين الزوج ما بين name و value باستخدام كله و اكتب هنا value مثلا quotation mark و اكتب داخلها مثلا مجد يبقى كده باستخدم في ال object الخاص بالjson هنا الزوج اكتب name هنا و بعدين value ال name بتاع البان هنا و بعدين value وبعدين هكتب الزوج التاني فباستخدم كومة وايضا باكتب هنا quotation mark و كله وبعدين quotation mark تانية ليه لان باكتب اسم البان هنا وبعدين قيمته في المكان ده فباكتب مثلا هنا اسم البيان page قيمته هنا مثلا 30 وبعدها اخد كومة واكتب الزوج الثالث واستخدم هنا quotation mark وبعدين كولو وبعدين quotation mark واكتب مثلا هنا اسم البيان وليكن country و نكتب هنا قيمة البيان اجيب كده انا كتبت متغير اكس json هنا في الخطوة الثانية او الخطوة رقم ثلاثة ساحول هذا ال json object الى python اكتب المتغير y يساوي json استخدم json لانا سابق استورطها في الخطوة الرقم واحد و اضغط و استخدم method lose و اكتب اسم المتغير الخاص في json هنا x في الخطوة الرابعة استخدم عبارة print انت اضغط لي y يعني اضغط لي المتغير y او هذا المتغير عبارة عن نص الجيسون اللي انا سابق كتبته في الخطوة الرقم click run و نرى النتيجة كتب لي هنا json object x بعد ما حوله الى python لو انا عايز هنا متغير معين يعني مثلا استدعي بعين معين فبستخدم هنا square brackets عادي واكتب مثلا بين contention mark h المتغير h او نوع بين h 30 لو انا عايز نيم فبكتب هنا انا عايز نوع البيان نيم او اسم البيان نيم قمته فبجيب لي هنا الاسم ماجد لو عايز مثلا country فبكتب له هنا نوع البيان هنا country او اسم البيان country او اسم البيان ده كان بالنسبة لتحويل من json الى python لكن لو عايز احول العكس من python الى json امسح هنا واعمل نفس الخطوات اكتب مثلا import json استولد لي مكتب json هفتح هنا متغير وليكن اسمه x ولكن هكتبه هنا كدكشنري في البيان عشان اكتب دكشنري فبستخدم carry process نفس الازواق فبكتب هنا Verb اسم البيان مام BR مام BR كده انتهت من الزوج الاشياء نعم ثم عمل اكتب الزوج الى نعم اكتب البيان كده هنا متغير اسم البيان مثلا playing Academic بعد كده هنا مثلا. وبعدين باجي هنا اخد كومة. اكتب الزوج الثالث. وبعدين وباكتب هنا الدولة. واكتب هنا القيمة الخاصة بهذا البيان. كده انا امتهت من كتابة الدكشنوري اوبجيكت بالبيسون. في القطوة رقم الثلاثة ساقوم بتحويل هذا المتغير المكتوب دكشنوري الى جيسون. وهافتح متغير مثلا اسمه واي يساوي. واستخدم مكتب جيسون واستخدم منها المسود دامبس. المرة دي هاستخدم دامبس. واكتب بداخله المتغير اكس. الطريقة دية هيحول المتغير دكشنوري الى جيسون. بعد كده print واي. اطبع لي واي. كده هيعمل string file لهذا الابجيكت ويحوله لجيسون. click run ونرى النتيجة. كده جيسون. النوع الاول هو الخاص بالدكشنوري الى جيسون. ممكن يكون عندي قيمة. او قيمة يبقى حنستبدال. الكل براكتس بسكوير براكتس. اضع الكل براكتس. اضع الكل براكتس بسكوير براكتس. اضع على طول القيم مباشرة. يعني. احذف النام. احذف الage. احذف ال country. ويكتب القيم مباشرة داخل الليست. ده الفرق ما بين الليست والدكشنوري. وهنا اضع run. يكتب لي القائمة. القائمة طبعا احذفين بتكون داخل سكوير براكتس. ممكن احول ايضا من طابل الى جيسون. طابل طبعا بتبقى مكتوبة. بحث في سكوير براكتس. وبكتب. كده الكيرف. الكيرف براكتس. كده حولتها من. لست الى طابل. click run. تتب لي هنا. في شكل قائمة. magic 40 اجر. ده بالنسبة لتحويل من طابل الى جيسون. ممكن احول string. string فقط. يعني ممكن احذف دين. واكتب مكانها string مثلا. magic. كده احول من string لجيسون. click run. طبعا لي هنا. magic. ممكن احول انتجر. رقم. يعني مثلا. ممكن اكتب هنا. 43. click run. كده 43. ممكن احول floating. يعني مثلا. اكتب 43.6. click run. كده 43.6. point steps. ممكن احول. احول true. يعني مثلا. اكتب هنا true. print. click run. كده 43.6. ممكن احول false. قيمة false. click run. يحول لي false. ممكن احول لي. ايضا. none. click run. احول لي false. احول لي false. الـ variables الخاصة في python. سواء variable c dictionaries. او listes. او tuples. او strings. او integers. او true. او false. او قيمة null. الى json. الى json. باستخدام json.tumps. ده كان توضيح بالنسبة. لاستخدام json. ان شاء الله في حلقة قادمة. ساشرح كيف نستخدم json. في نقل بيانات من خلال. API calling. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.